بفخر وعزيمة وعطاء وأمل نحو مستقبل المشرق احتفل أبناء الأسرة الأردنية الواحدة الثلاثاء الماضي بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال المملكة مستذكرين أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطنهم بما تحقق من منجزات أعلت من شأنه ورسخت من مكانته بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتتزامن هذه المناسبة الخالدة مع مرور مئة عاماً على تأسيس الدولة الأردنية حيث يمضي أبناء الوطن قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل متطلعين بعزم وإرادة إلى المزيد من العطاء والعمل في مجتمع واحد تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون للوقوف أمام مختلف التحديات والتجاوزها وصولاً لمستقبل أفضل بالمجالات كافة وقد قام جلالته خلال الحفل بتكريم نحو 140 شخصية ممن ساهموا ببناء الوطن على مدار مئة عاماً من عمر الدولة الأردنية